يتجه رئيس رواندا الحالي بول كاغامي إلى الفوز بولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية للبلاد ووفقا لما ذكرته اللجنة الانتخابية فإنه مع فرز ما يقارب 79% من إجمالية أصوات ناخبين حصل كاغامي على أكثر من 99% من الأصوات وقالت اللجنة إن منافسه رئيس الحزب الخضر فرانك هابينيزا والمترشح المستقل فليب بمباي مانا تحصل على أقل من 1% وأجرت الانتخابات الرئاسية لأول مرة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية حيث يتنفس 589 مترشحا على مقاعد مجلس واب البالغي عددها 80 مقعدا